اشتركوا في القناة اصلا منيح لهم باللاحة بعدنا انه في صعوبة تربية الأولاد لا تغير المناخي عدد السكان الوضع طبعا الاقتصادي وإلى آخره هلأ صحيح بس طبعا اعتردنا بكرة أنا وتينا لأنه بتصور شو ما عملوا بيبقى لبنان بيبقوا الولاد اللي عم يتربوا بلبنان هن الولاد المحظوظين الأكتر بالعالم هلأ على الأهل الشغلة كتير صعبة بس على الولاد اللي عم نحكي عن الولاد يعني بعمر صغير مش ممكن يكون فيه جو مثل الجو اللي في لبنان والدليل انه كل المختربين كتير منهم بعمر معين خلص ما بقى بدهم أولادهم يكونوا موجودين بالبيئة اللي بيكونوا موجودين فيها وبردوهم على لبنان بالرغم من كل شيء لا اللي عم تحكيه مش عنا تعصب أبدا اللي عم تحكيه هو بدي شوف أنا على شو مبنى هالستاتيستيك هالأحصاء اللي عملوها أو الدراسة اللي عملوها لأنه شو يعني أنه أولاد يربوا بمجتمع صحي شو هو الصح بالنسبة لقلهم الناس اللي عملوا هالأحصاء لأنه قد ما صار عندنا صعوبات نحنا ما فينا نقول غير أنه نحنا دايما المجتمع اللبناني أنا عم بحكي عن المجتمع اللبناني أول همون للأهل هني أمنوا أولادهم بأغلب الأحيان بأغلب العائلات ما فينا هيدين عمموا طبعا على كل العائلات لأنه في بعض المشاكل وفي بعض الأشياء اللي منا عادية يعني بس بالمجتمع العادي عم نحكي دايما الأهل أول همومهم بلبنان هني تأمين أولادهم تأمين صحتهم النفسية صحتهم كمان أنه العلمية نبعاتهم على المدرسة دايما بيعملوا كل شي بيقدروا عليه حتى يقدروا يأمنونهم معاشهم كمان المعاش طبعهم يعني اللي بيقدروا يعيشوا منه اللي بيقدروا أنه يكونوا مرتحين فيه وخاصة العاطفة لأنه نحن بنعرف أنه العائلة اللبنانية بتاعت كثير عاطفة لأولادها يمكن أوقات بتغنجهم شوي وتدللهم أكتر من اللازم وبسنة 18 ما بتتركون واحدين يعني مثل غير محلات يمكن نشك من قلة الاستقلالية هوني بس كمان بذات الوقت نحن أولادنا بدأ أحكيها بكل بساطة مشبعين عاطفة يعني دايما نبقول الولد بس يكون هو أمني زي يعني كأنه عنده مناعة عنده مناعة ضد الأشياء اللي بتكسروا بالحياة لأن حياة فيها أشياء كتير بتكسر يعني من دون ما نحس كان بالحياة العاطفية كان بالعمل كان بأي أشياء أشياء وقت بتهزمنا بتكسرنا قدين إحنا بنكون مشبعين محبة وعاطفة أهلنا تحتى نقدر نواجهها ونكون حسين حالنا هالأدى أنه نحن محبوبين وقدين المرجع دايما موجود شو ما تقدم العمر دايما المرجع موجود دايما فيك ترجعي عند أهلك وترجعي لهم يعني هيدا شي مش موجود بلدين العالم هيدا بميز بميز لبنان مثل ما قلت وسبقتي وقلت هلأ بأول المقدمة كانت حلوة فعلا أنه اللي بيسافر من لبنان قد يبضل كل خياله أنه يرجع يوما ما على بلده لبنان ويرجع أولاده ويرجع أولاده لأنه الحضن اللبناني دايما حضن الأهل اللبناني دايما دافئ ودايما مستعد أنه يستقبل الأولاد لأنه مثل ما قلت أول شي أنه أهمن الأساسة الأهل أولادهم هموا الأساسة نجاحهم هموا الأساسة ارتياح أولادهم من هكي بيعرف الولد أو الشاب بصير أو حتى مراهق هو بينه وبين حانه لو مع الترفية أنه حضن أهله دايما جاهز أنه يسمع له مشاكله أنه يستوعبه عم نحكي نحن بالعامة وبالعادة يعني أوقات عم قلت بيطرق مشاكل على العائلة بس نحن عامة هيدا الأساس طبعنا بالمجتمعات اللبنانية ونحن مشين هيك منركز على المشاكل ومنحاول أنه تكون عم تنحل ونحكي عنها ونطلعها للدولة لأنه بدنا أنه هالمجتمع يبقى هيك يعني يبقى بهالحرارة ما يكون عم بيروح نحول البرودة الموجودة بمختلفة حال عائلة يعني نحن على قليلة شعوب بعضنا بتعترف بالصح وبالغلط بعضنا شعوب قادرين نوجه أولادنا ونقلهم بأشياء كتير إذا فيه أشياء مفهمتو قطعوا لعنا سألونا وما نترك لهم حريتهم نحن من هنا وصغار لأنه تعرف بس نترك لهم حريتهم فيها هي سيف زوحدين أنا دايما بقول نترك الحرية من نوع أنه يعمق شخصيته ويكتشف هويته ويكتشف هو شو بده يكتشف هو شو تمحاته بس بذات الوقت نظلنا قادرين نقل له نواجهه فيه مبادئ أساسية بالحياة لأنه بلا هاي المبادئ وبلا هاي الأشياء الأساسية للمرجعيات المرجع الأساسي ما فيه يكمل طريقه بشكل سوي أما أني اترك له الحرية الكاملة وبدون مواجهه للولد فعلا ما بعرف بعد كم سنة لازم ننطر نشوف المجتمعات الغير قد وصلت لنتيجة وقدا نحنا وصلنا لأنه تعرف دايما العلم بيستند للدراسات اللي بتطلع على كم سنة لهلأ مبين أنه نحنا بعدنا شعب كتير أولادنا بحبونا وعائلاتنا شعب مميز طبعا الحمد لله على كل حال تحية كبيرة للأهل اللبنانية كمان يعني مش متوفر لهم أي شيء متوفر ببلدان العالم ومعهيدة وكله بيعطوا قدمة بيعطوا الأهل ببلدان كتير متحضرة على عشرات المرات العطاء يعني مش معقول شو هالهدف عند الأهل بالرغم من كل شي فيه الصعوبات واليوم طبعا الصعوبات كتير كبيرة ولكن اليوم كمان الخوف كتير كبير لأنه يعني من يوم ليوم اللبنانية حسوا أنه خلاص كل شي عم ينهار الاقتصاد عم ينهار هالشباب والصبايا ما عندن أفق عمل أفق مستقبل وما بقى يعرفوا كيف ينوجهون هذي الشباب والصبايا اللي علمناهن من هني وصغار يحبوا البلد والوطن ويقفوا حده ودايما هيدا المثل الأعلى اللي اعطيناهن لما بقينا نحن كمان بهالبلد اليوم ما بقى عارفين الأهل شو بدون يقولوا لأولادهم بتعرفي خلينا بلش من قصة الخوف قصة الخوف من المستقبل هو هاجس هاجس بطردنا من وقت اللي منخلق منصير بلش نسأل سؤالات طبعا حسب العمر تنوصل لعمر المراهقة ونسأل هالأسئلة الكبيرة شو الموت وشو الحياة وولا واحد بيخلق وبكرة شو نطرنا يعني هيدا بتدل على أنه الإنسان فعلا هو زكي وعن بفكر لبعدين يعني كل إنسان بيمتلك الزكي أو بيمتلك القدرة للتفكير بفكر أنه بكرة شو نطرنا بس طبعا نحن عطول كأيمان مؤمنين منقول أنه هيدا الأشياء طبعا ممكن تتغير وفي حدا فيه الله يعني مسؤول عنه وساعتا نحن منطرد هالخوف من حياتنا هلأ طبعا بيظل الظروف وبيظل الضياع وبيظل المشاكل الكبيرة اللي عم بيتعرض للوطن طبعا هوني بنرجع نحط كل شيء مثل ما بنقول يعني نرجع نسأل هالسؤالات كلها شو نطرنا لبكرة ومش عارفين الليلة شو الوضع وبكرة كيف بنقوم أو كل يوم بيومه أو أتساترا هوني يعني فعلا شيء كتير صعب على الأهل لأنه بلشنا بدور الأهل أنه يقدروا يمرقوا حالة من الأمان لأولادهم والأمان ضايع يعني في ضياع للأمان ضياع لأنه أنا عارف شو البلان بكرة وعارف بعدين شو بدو يصير كيف بدنا نحن نحسسه بالأمان تعرفي كنت عم تقولي لي قبل ما نبلش أنه هيدا اللي عم نعيشوا اليوم ما بتشبه حالة الحرب العشناها من الخمسة وسبعين ستة وسبعين لوقت طويل بس هي فيها كمان هيدك نفس الحالة من الضياع نفس الحالة من عدم الشعور بالأمان وعم بحمي أولادة أنا يعني عم بحسسوا أنه كل شي رح يكون منيح بالوقت اللي أنا فيه تحت الخطر ذات الشي هلأ مطلوب مطلوب بالأخطة بس يكونوا الأولاد صغار وعم بفيقوا على الحياة أنه دايما نحسسهم نحنا كأهل لأنه الأهل اللبنانية سبقنا وقلنا أنه هن أهل رائعين وما في شي مثلهم لأنه هن ما في حدا مثلهم لأنه هن بكرسوا كل حياتهم لحماية أولادهم هون علي أنه أكيد فيه خطر بداهم بالحياة للولد أو لأي حسب العمر طبعا كاتيا العمر الصغير بدي أحكي شي والمراهق ما بقود فين أحكي متل وقت اللي بيكون صغير لأنه فهمان كل شي بس كمان علي أنه شوي هد يعني حسسوا أنه بكرة حيكون أحسن بس أكيد أنا بدي فكر بوعي ودايما أنا بحكي بس أطلع عن أنه ما نكون كتير عم نروح على الضياع الكامل يعني نظلنا قدرين نقشع أنه دايما في بكرة أنا بدي خطط اليوم للي بدي يصير عليه وللي بدي يصير عليه وطني يلي أنا بحلم فيه لبكرة لأنه مثل ما قلت كمان أنت عم تحكي أنه ما فلينا نحنا من هالوطن ولا نحنا رح نخلي أبنائنا يفلوا من هالوطن لأنه إذا فلينا كلنا لمين بيبقى يعني نحنا بنصير لبنانية بس على الهوية ومشاردامين بكل الأرض يعني ما بيصير نحنا لأنه مننتمي لهالأرض يعني نحنا حتى اليوم الواقع نحنا فيه هو يمكن ناتيج التاريخ عشناه هو وصلنا لهون ونحنا منه لهالتاريخ ما نحنا جعلناه ما نحنا كمان بدنا نفهم وبدنا نفهم التانيين وكل يفهم كمان كل واحد يعرف أنه نحنا منا بس مظلومين يعني نحنا قلنا دور بهالمحال نحنا كمان اشتغلنا تحتى يكون قلنا دور وهلأ يمكن إجرى وقت أنه فيه إشي تتغير ودايما بس يكون فيه إشي عم تغيرها دايما بدي أتعب تحت تغيرها بس هيدا النضال هو نضال الشعب اللبناني يعني دايما بنحكي عنه وهون ما خلي دايما الأهل بليد ما دايما يقولوا لأولادهم لازم نفل لازم نهاجر لازم نترك لازم نهرب لأنه مثل ما دايما بقول يمكن ما بعرف كم مرش تقايلي أهوان شيء أني أهربوا في فل أهوان شيء قدام المشكل أني أتركوا في فل وقول أنا بدي أغير وبدو يرجع كمان بغير بلد يمكن صدفتنا مشكلتان على غير صعيد بس اليوم الخوف عند الأهل يعني عم نحكي عن إذا كنا عم نحكي عن أولاد بعمر صغير يمكن نقدر هيك يعني نخفف الموضوع عليهم ونحمله نحن بس اليوم يعني يمكن 13 سنة ماكسيموم هو العمر يلي هو هلأ صار عم ينزل بالك على السحاب 10 سنين يمكن هو يلي عم بيحلل هو يلي عم بيعترض هو يلي عم 13 سنة وطالع يعني ما في قبل مش متل قبل الوضع كتير مختلف واليوم نحن كأهل لبنانية عمر 13 سنة نحن عمر كتير صغير ولد بدنا نحميه بدنا من خليه يعتلهم من خليه يفكر بشي يفكر بدرسه وبس يفكر بهوياته وبس اليوم من يوم للتاني طرينا أنه نغير كل شي بطريقة تفكيرنا من هيك بتعرف التتابعية نحن عم نحكي عن أولادنا ولا مرة تركنا هيدا الموضوع أنه اليوم عمر 13 سنة بيجي للقبل صار بساوي 17 أو 18 لأنه صار الانفتاح صارت المعارف صارت دغري بيمرو المعلومات على الواتس أب صار دغري واحد على التليفون فيه يعرف شو عم بيصير ومما كان وهيدا الشي بخليه كمان يتحرك يحس أنه بده يصنع التاريخ يعني كثير عم بسمعه من مراهقين أنا كان قبل المراهق يبلش عمر يمكن كنا أقول 15-16 أنا عم نقول 12 هلا يعني شوفي شو بكر المراهقة أنه أنا بدي أصنع التاريخ أنا بدي ساهم بصنع التاريخ يعني أنا ما بدي بقى أقرأ تاريخ من جدوده هلأ بدي أعمل التاريخ بس أكيد بخوفهم لأنه في خوف على الأمان في خوف على السلامة في خوف على أنه قده ممكن يروح قده عارف حدود الخطر لأنه هيدا العمر بخوفك لأنه بخوفك لأنه ما بيعرف وين حده وين الديستانس وين الليميت طبعه وين لازم يوقف وين لازم يكمل هيدا اللي بخوف بعد ومن هيك كتير مهم أنه يصير فيه جلسات حوار كتير مهم أنه الأهل ما يخلوا ابنهم يخاف منهم وما يقلهم أنه بدوا يروح لهالمحل كتير مهم أنه يقدر يخبرهم أنه بدي يكون هالمحل أو عنده هالأفكار ويحكوه وياه يعني هن وياه فيها طي يقدروا أنه يفسروا له وين حدوده على كل حال بس هيك عم يحدرني أنه عم نحكي عن عمر 13 سنة لازم يكونوا محضونين هيدا آخر 20-30 سنة بس بأيام الحرب يعني عمر 13 سنة لكن ينزل يدافع عن الحي والبيت وستحطيلي يعني كمان ما رأنا بفترة رجعنا هيك نجرب نحمي ولادنا ولكن دايما يمرق علينا فترات صعبة بتحب تحميه ولا يصير عمره 40 سنة و50 سنة يمرق علينا فترات صعبة وبيصغر هيدا العمر وبيرجع بينزل بيدنى عمر المراهقة رح ناخد اتصال أهلا بوجور بدي اسأل أخصائية سؤال عم تسمعي عندي صبع عمره 13 سنة بايو مش هون مسافر كل ما بتغينه أنا وياه هو كتير عصبه بدي هددني إنه بالانتحار يعني حيالة حيالة شغلة بقلي بدي يعني وبيعطيني الطرق كيف بده ينتحر وحيد لا قول مش وحيد بس عنده أخوة كمان أخويتهم مسافرين آه يعني لحاله هون معي إيه بدي شوف بخضع هالشغلة جديا ولا يعني منعارك بدي أتصرف معه كتير عصبه هو عندك أي سؤال أوكي بروفيسور أزي رح تحاول جاوبك هلأ بدي حاول جاوب تعرفي لأنه ما بعرف الكام مضبوط ما بعرف الحالة مضبوط بس عطول بس يقوم في نداء بهيدا الشي بالانتحار خاصة لأنه صارت نوعا ما بستير الأشياء وتنعلن على الماديا وكذا بصير يقول إيه عادة بينما هي أبدا من عادة هون علينا أكتر أنه نعطيه وقت لهالولد نشوف مضبوط هل تصرفاته حد تهديد بالانتحار بيكون فيه أفكار سودوية عادة بيكون فيه ما بقى يحب أنه يروح على المدرسة ما بقى ينام مضبوط ما بقى أكله مضبوط يعني فيه عوارد تانية هي بيئة من العوارد بتأكد هالشي بس دايما بس الولد بهيدا العمر لأنه ما بيعرف فعلا إذا هذا صح أو غلط نستشير أخصائي نفسي نستشير حدا متخصص يقدر يشوف هل هالتهديد هو حقا مضبوط حد هالعوارد أم هو لأنه وحده قاعد مع أمه وبيه مسافر عم بيجرب أنه يستفيد من عاطفة أمه من وجود أحده قد ما فيه عم نقول كمان العصبية كمان دي يكون عندها أسبابها بعمر 13 سنة يعني كمان لازم نالفلاش فيها العصبية كمان الكبيرة اللي بتوصل لهالتهديد والأخوة مسافرين وهو مع أمه أكيد أمه عم تجرب تحميز يدي يكون عم يتدلل أكتر من الليدي بس يكون فيه تفاصيل بس يكون فيه تهديد بالانتحار علي أن راجع أخصائي ما علي أن أهمل هالموضوع هذا شيء أساسي شو ما كانت النتيجة المهم أنه يكون فيه مراجعة اختصاصي كمان عندنا اتصال لكن نتابع مع خوف الأهل على مستقبل ولادهم اليوم عم نحكي كمان على شباب بده يفوت على سوق العمل وما أنه قادر بده يدبر حاله وما أنه قادر عنده أحلام تكثرت اليوم الأهل شو شو بدهم اليوم يقولوا لولادهم هلأ بتعرف كنا عم نحكي هلأ شوية عن ولدة 13 هلأ ولدة 13 قبل أو 12 أو 14 يعني هي زيتا قطعوا فيها نفس الشي أنه في حالة ضياع في حالة عدم اتزام بالبلد عدم أمان طيب أنا شو فيني أعمل يعني يا بدي أوجه ابني صوب أنه يتخصص بره أو يكمل بره بعدين أو أتستر أو يروح يشتغل بره لأنه هون سوق العمل ما أنه جاهز أنه يستقبله يا أما بدنا ننتظر هذه الفترة اللي فيها لا سواء إذا بدنا نقول أو شيء ما أنه مزبوط حتى تقطع ودايما نعرف أنه البلد هون حتى لو قطعنا بفترات صعبة لازم نتعلم أنه منرجع منقدر يعني نخليه الإشياء بإيدنا نرجع نمسكها بإيدنا قد ما كانت عاطلة يعني هلأ فيه ناس بفكروا بطريقة سودوية زيادة عن الزوم كمان والأولادهم بيتأثروا بهذا الشي وبصير بدهم أنه يفلوا بس ما ننصد بصير أنه تماني الأكثرية اللبنانية غير قادرة لأنه تبع أولادها تدرس بره يعني كمان هالأوقات هالشويس مش مطروح هالأخيار مش مطروح أصلا فإذا نحن تحسن أفواح هتكلنا صوت فنحن عايشين هون عايشين هون نحن نعيش بسلام معين داخلي اللي اليوم مفقود ما فينا نفكر بالسلبية كتير يعني إذا فكرت بالأمور بكتير سلبية ما فيك تعيش بهذا السلام بديك تفكر شوي إنه هايدي في مرحلة وبتقطع إذا فكرت فيها شي دايم أكيد ما فيك تبقي ولا نهار ولا فيك تسلمي وتسلمي أولادك يعني والأفكار السلبية بالنهاية ما بتودى لمحال بتودى إنه أكتر الإنسان يتكتف ويسجون حاله جو الأفكار السلبية ما بدي أقول إنه الوضع كتير منيح ولا بدي أقول وضع مقبول ولا بدي أقول وضع طبيعي أبدا ما قصدنا نشويه الحقيقة بس قصدنا نقول إنه الإنسان الطبيعي الإنسان السوي هو الإنسان الذي يتماشى ويتأقلم مع كل الظروف هذا الإنسان عنده شخصية قوية يلي أخذ من عائلته اللبنانية العاطفة والاهتمام الكافي حتى يقدر يوصل يلتزم بحالة عائلته يعني إذا عائلته مرأة بديئة مادية يقدر يتفاهم بس ما أعرف إذا كمان الموضوع سيفده حدين اللبناني دايما يتأقلم مع الوضع يلي هو فيه وما في شك أنه اليوم كمان رح يرجع يشوف كيف بده يدبر حاله ويرجع يتأقلم مع الوضع يلي هو فيه بس هالشي عبر السنوات أثبت أنه المسؤولين والمتحكمين بيستفيدوا من هالموضوع وبيكملوا بفسادهم وبأجندتهم هني لأنه الشعب متحمل لنحكي عن هالموضوع بس بعدها الاتصال ألو مجور بدي أسأل تليز في عندي بدي أحكي مع الإخصائية ان ديراك في عندي ثلاث بنات لصغيرة عشرة الأكبر 12 والأكبر 14 نعم فبهيدي ظروف اللي نحنا هلأ عايشينا مكما كنتم عم بتحكوا أنه من خلال الواتساب وباقي الإشياء يعني كل شي صار واضح بالنسبة للأولادة بتتداول أخبار بسكل سريع فنحنا كأهل لأي مدى قادرين نوصل بشرح عن الظروف اللي نحنا عايشينا وما بدنا ننسى أنه الوضع النفسي يعني ديجان إحنا الأهل عشنا حرب ونتمنى ما تنعاد يعني بس متأثرين بعضنا فيها أولادنا عم بعيشوا هلأني ظروف مش كتير حلوة ومنجرب نخبع ليون أو ما لازم نخبع بس هلأ ما في طريقة بس بليز حتى ما نوصل لكتير أثر نفسي وخاصة الكبيرة عند أبروفي ومثلنا مثل كتار بس كيف فينا نتصرف ليه أهلا وسهلا فيك هلأ مجرد ما نقول الكبيرة عند أبروفي يعني متأملين نروح نعمل فحوصات وناخد شهدات ما بعرف عن جد هيدا الضياع الكبير بس هيدا كمان اللبناني يعني اللبناني ما بيوقف شي مش إنه هلأ حاتين حالنا أنهولتا نشوف شو بده يصير بقنا عم ندرس ونجرب نشتغل ونجرب نساعد بعضنا ونجرب نعيش يومياتنا ويكون نهارنا مصمر عن جد شعب غريب شوف الإسقاط أنت طبع حالة الحرب اللي عشناها بالماضي على اليوم يعني ما فينا ما نحكي عنها هاي ما بده محلل نفسي تحكي عنها ما واضحة يعني أنا بقول إنه قبل كانت تعلق بالليل ونروح بنهار عم دارسنا ونرجع نقدم يعني نرجع نقدم هلأ نفس الشي عم نرجع منعمل هلأ قدي مظبوطة هاي الشغلة قدي مش مظبوطة ما عنا حال تاني يعني صراحة مش شايفين ما فينا نحبط ما فينا نقول خلاص ما بق فينا نعمل شي يعني ومثل ما تفضلت وقالت المدام قبل بالحرب كنا ننتر على التليفزيون حتى نقدر نسمع يمكن شوية أخبار مع طول بس تكون جاي الكهرباء كانت بس هلأ عطول الأخبار عم توصل وعطول الأخبار متبعين وهذا شي بيصير الحماس بقلوب هيدول الولاد يعني هون بين أني أنا بدي أدرس أو أنا ثورة ماشي بكرة ما في مدرسة يعني هون هتا شرزهم هون الحالة أنه عم بضيعوا الولاد مزبوط اضطراب نفسه بأن أنا طالب لازم روح على مدرستي والتزم بالقانون والسلطة ونوعا ما عم بصير في ضياع للقانون والسلطة بالشارع يعني ما بقى معروف هون الحالة الضياع اللي عم بتصير ليلا وحالة المطلوبة مني أني كون أنا ماشي على القانون بالنهار وأعمل دفوراتي وأعمل فرودي وأعمل واجباتي هيدا شي طبعا غير مقبول لازم يتفسر للطلاب لازم ينحكى للطلاب شو بدون يصير وشو نطرهم بمستقبلهم يعني خاصة من عندهم تقديم والعندهم التزامات يعني كيف بدون يكملوا بين شو بدون يعملوا هلأ؟ فيه أو ما فيه؟ كيف بدون يستثمروا وقتهم بأي طريقة؟ بس هيك يمكن ما بعرف تشبيه بس حاسته أنه كتير هيك مشابه مريض السرطان وكتير من الشهدات من سورفايفرز كانسر سورفايفرز بتشوفي قدي أهمية أنه بفترة العلاج أو بفترة هالمعركة اللي بتكون مع المرض إن كان بدوا يوصل لنتيجة جيدة أو لنتيجة غير جيدة بيحاولوا يستفيدوا من هالوقت قد ما بيقدروا أكتر ما بيقدروا بأوقات يعني بيطلع عندهم خلق كتير كبير بهذه الفترة ما عملوا كل فترة حياتهم اللي قبل فالمرض موجود ومستشري ونحنا رح نكون عم نعيش يومياتنا ونقدر كمان نعمل مثل هالمريض السرطان البطل يلي بيقدر أنه يكون عم يستثمر وقته بالرغم من كل شيء تصور يعني أعتغر تشبيه نحنا بدك تقولي مثل حد عم بيعمل شيء حتى يجيب ولد ما علي خليني أنا لأنه نحنا ناطرين ولادة جديدة للبنان ونحنا على أمل ولادة جديدة للبنان مع تحياتي للمرضى اللي عندهم سرطان اللي هنه فعلا أبطال بس بالتجاثر اللي دايما بحكي عنه أنا تغيير الواقع المؤلم إلى إبداعية إلى شيء جديد هيدا الولادة الجديدة مثل واحد عم بيعمل شيء تراتمان وموجوع كتير منه وناطر وبهالفترة بيستثمر قد ما فيه الشعور بالأبوة أو الأمومة تيقدر يرجع يوقف عجرة نحنا هون بلدنا عم بيولد جديد فعلا يعني فيه أشياء جديدة رح تتغير أنا عطول بطمح أنه هيدا الثورة شبابية بشوف شاب عمره 16 سنة عم بيحكي سياسة عم بيحكي وفهمان ديمقراطية عم بيحكي وفهمان شو بده هون هيدا الشيء فعلا بأكد أنه تاريخنا نحنا وتاريخ جدودنا قدي أثر فينا وقدي خلوا عنا شباب بني بني شخصية قوية عارفين اليوم شو بدهم يعني هيدا شيء كتير مهم وكتير مؤثر وبأكد في كتير شيء بيقولوا ما رح نفل بيوقفوا هيدا أرضنا نحنا ما رح نفل هالانتماء ما ملقيها بغير بلدان هيدا شيء فعلا تحية كتير كبيرة لقالهم هالشباب يلي عارفين شو بدهم وما بدهم يفلهم من لبنان برغم كل شيء ما بدهم يفلهم من لبنان يعني عم بضحوا بمستقبلهم وبحياتهم تحتى يقدر بعدين نحنا نولد شيء جديد ونعطي شيء جديد ما ننسى الشباب اللي عم يرجع على لبنان بس لا يقف وقفة مع مع يعني اللبنانية ويرجع يروع على الشغل ويرجع يجي ويقف مع اللبنانية بالخطر بوقت يعني المظهرات بالزروة بيجوا بس لحتى اللي يكونوا عم يقفوا مع اللبنانية مع بعضهم أهلا وسهلا فيك بروفيسور دزيري أزي إن شاء الله يعني تكون هال يعني الأيام المقبلة تحمل بغسيس نور إلى لبنان على القليلة حكومة جديدة مع أنه مثل ما عم تكون عم تتدبر الحكومة ما بعرف إذا الشعب أصلا حيبل فيها بس على القليلة أنه يكون فيه هيك كم خطوة إلى قدام يكونوا هالمسؤولين كمان عارفين أنه فيه أشياء تغيرت ويبطلوا بين الكران وهيدي الولادة الجديدة بل كيكونوا عم يجربوا ويستوعبوها أو على القليلة يكونوا كمان عم يساعدوا فيها أم نشم تبقى ليف